ترأس غبطة البطريارك رفايل ساكو القداسة الاحتفالية لافتتاح كنيسة سلطانة الوردية في الكرادة ببغداد بمعاونة عدد من الأباء الكهنة والأساقفة وجمهور غفير من المؤمنين وأشار البطريارك ساكو في عظاته إلى أن يسوع لم يبني الكنيسة على الحجر بل على إيمان الرسل والتزامهم وأمانتهم وأضاف أن الكنيسة هي مكان صلاة وتعليم وتنشئ وضروري أن تكون جميلة وأنيقة مشددا في عظته على دور العائلة والمدرسة في التنشئة الإنسانية والإيمانية والأخلاقية للأبناء